طيب من الشناوي هذا الى الشناوي المتقلق الحقيقة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الآلي بعد مباراته او اداءه في الدورة الولمبية واختياره ضمن العشر الكبار في الدور الاول للولمبيات عايز اقول لكم انه من التصريحات اللي نقالها موقع صدر البلد زينه لعب المنتخب البرازيلي ونادي بالمراس السابق قال عن المواجهة السابق بين مصر والبرازيل انه مصر اخرجت الارجنتين ومن الممكن ان تصعب الامر علينا وتفاجئنا وقال في البرازيل هنا لا يركزون على الولمبيات في قرة القدم لانها غير منقولة تلفزيونيا لكن خدوا بالكو اللي بيقول على الشناوي بقول لك انني اتذكر الحارس الشناوي من كأس العالم للاندية عندما واجه بالمراس انه يصنع الفارق بكل تأكيد مع منتخب مصر ربنا اكمله على هذا التوفيق نحتاج جدا 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 ان التطحية القلي تكون بنتيجة بإذن الله عشان كده انت بتقول ايه يعني ندفع ايه تمن بس نتجاوز ماتش البرازيل ده لانه هتبقى في در نصف النهائي بالضبط في الحالة دي الليل احتبقى حلوقه بالضبط اه طيب اداء كابتن شناوي في المباراة الحقيقة رصدوا ويحللوا كابتن احمد شوبير بحس الحارس الكبير نشوفه هنا بقى ده تقلق نموذجي يعني شناوي وكاعدته خلي بال حضرتك بقى كابتن احمدت عشان معلش حتة دي اه حضرك طبعا اه طبعا شناوي 191 سنتي اه مركز معايا معنا محارب 190 سنتي نزوله صعب اه لا غير انه صعب لما بتنزل وبتفرد ايدك هنا كمان المية وتسانين سنتي زود عليهم كمان نقول 30 سنتي اوكي اللي فردة الايد مش كده 30 سنتي يعني معرفش مش هحسبها بس يعني مساء عشرة سنتي ماشي بينا اتنين متر اه مركز معايا مركز معايا دور اتنين متر بزبط يعني شوف المسافة بعيدة طبعا على الحارس فقد ايه بقى هو استخدم كل مهارته وكل مرونته وكل الرياكشنز بتاعته كل ردود الافعال اللي في الدنيا عملها الشناوي وطلعها صح يعني ما طلعهاش كمان للمهاجم لا ده طلعها بعيدة عن اي حد بزبط انها تطلع كونه على الخط هناك في كرة كمان اصعب اللي شالها طبعا اه 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 اللي متشاطة السريعة دي اه طبعا اه شاطة في المقص الشمال طبعا لانها رايحة جون طبعا غير كمان طبعا كفاءة سريعا جدا غير تعامله مع القوات العرضية النهاردة طبعا تفاكر الشناوي اتاخد تاني يوم ماتش بيراميد لما دخل في الجون الغلطة اللي منه وعدتنا هنا سارة خلوهم يا جماعة مش هنفضل نحاسب الشناوي على غلطة وانتوا كنتوا من نص ساعة بتقولوا دو اعظم مش عارف ايه واحزم ايه طبعا لا ينبقى بقى مثل خبير فهو بيحللها من وجهة نظر حارس مرمى كبير لحارس مرمى كبير والحقيقة انت لما تشوف حتى كل التصريحات يا جماعة اللي تقالت بعد مباراة حتى يعني يعني احنا قلنا لكم رصدنا اه الجهاز الفني وهو ما بيقولوا كل ما نيجي نحتفل نلاقي الشناوي صده عايز اقولك ان صحيفة اه الصحيفة الاسترالية زى سيدني مورنينج هيرلد قالت حلم اولمبياد توكيو انتهى بعد الانهيار على اد مصر بصوا قيمة برضو الكرة المصرية اللي عملته وقالت الصحيفة الاسترالية انه تقلق محمد الشناوي حارس المرمى منح مصر التفوق وقالت انه انقذ حارس مرمى مصر اه محاولتين من لعب استراليا لذا فعال بلاده ان تشكره على الفوز والتآهل لربع النهائي في تويتر الحياة كان فيه بقى يعني كتير من التويتات والتغريدات اللي بتحتفي بالمنتخب الاولمبي وباداء الشناوي اليوم السابع قال تقييم محمد الشناوي بالاولمبياد الافضل بين حراس دورة توكيو ونال تقييم سبعة وستين من مية من عشرة وفقا لما ذكرته سوفا سكور العالمية كافضل حارس مرمى من بين 18 حارس شاركه في منافسات الدورة مشيلي انكم بقى مدربه مدرب حراس مرمى النادي الالي نشر هو اراخر صورة جمعته مع الشناوي على ستوري حسابه على انستجرام وقال بالتعليق مبروك انا فخور بيك علي لطفي حبي يشارك الحضري اللي حبي يشارك الشناوي برضو حط تعليق مبروك يا حبيبي مصطفى شبير قال شناوي يا كبير حمزة علاء برضو حارس الاهل الموهوب الصعد قال ما شو الله عليك يا اختبوت كل الحقيقة لعبت النادي الالي كانت سعيدة جدا باداء المنتخب مفيش حد اثر الحقيقة يمكن منتخبنا كله بالكامل الناس عملت اللي عليها في المباراة التحديدة مباراة استراليا الشناوي خلاص الكلام فيه يعني محسوم لكن انا بسرح برضو دروس لينا الجولة الاولى في مجموعة مصر في الدورة الاولمبية انتهت بتصدر استراليا قائمة المجموعة الجولة الثالثة انتهت بتزيل استراليا للمجموعة كان الفريق استراليا يحتاج فقط الى تعادل في المطشين البقيين نسيرهم للذي اتنين كان الفريق المصري بعد مطش الارجنتين في مأزق انا عايز اقول ان كرد القدم لا هي اللعبة التي ليس لها امان وهي لعبة القوة النفسية انك انت ارادة الناصر تلت تربع المشوار انا بقول الكلام ده ليه عشان نستفيد منه قدام البرازيل وعشان ان الاهل يستفيد منه في مشواره المحلي الصعب ده كلام مهم جدا وليه ما نحلمش ليه ما فعلا ما نسقش في نفسينا ليه ما ننظمش دفاعنا ليه ما نلعبش كرة تعبر عن قيمة منتخابنا الوطني عندنا عناصر مهمة جدا بقول لكم كودفورت عدت مع البرازيل والاخوة الافارقة لو كانوا تعاملوا مع الغرب بمثل هذا الشعور اللي للاسف لعبتنا بتشعره تجاه اي خواجة اجنبي ما كانوش عملوا اللي عملوه ولا كانت نيجيريا خادت الميدالية الزهبية في اطلانطا ولا كانت الكاميرو انكسرت الدنيا ولا كانت كودفورت عدلت مع البرازيل سبقونا الافارقة في التخلص من عودة الخواجة يارية الكرة المصرية والرياضة المصرية كلها تبدأ تدرك ان احنا فعلا لنجيريا غلبة غلبة البرازيل والارجنتين اه وكان وقتها فول تيم بالزبط يعني بالاسماء الكبيرة ونتمنى ان حتى اعلامنا بعيدا عن التأثير على المنتخب اللي جاي ولا لا اعلامنا كله يسير في الاتجاه ده ازاي نقدر ننمي سيقة لعابتنا ورياضينا كلهم في انفسهم ازاي نقدر نشعرهم ان عودة الخواجة دي تمكبلة بجد وبتعيق حركتنا نبدى ناهل كل الناشئين وكل منتخبات الناشئين ان انت عنصر موهوب كل المدربين الاجانب اللي بيشتغلوا في الكرة المصرية اكتر حاجة بتعجبهم فيها ان المستوى المهاري والموهب عالي اقولك مصر عاملة زي دول امريكا اللاتينية في المواهب الفطرية ليه ما نستغلش ده نتمنى انه نقدم مباركويسة ان شاء الله هو انا ما نحلمش لا نحلم في ناس انتقدت اختيارات الكابتن شوئي قالوا هو ليه اختار التلاتة الكبار في المؤمنة المدافعين قلبي دفاع وحارس مربا ليه ما اختارش حد من الفراودة مترشح كابتن شكبابا او محمد شريف طالما ان كابتن محمد صلاح مراحش فسرحت هو كابتن هاني رمزي لما راح السعن بمين اعماد متعب وابو تريكا ومحمد صلاح محمد صلاح كان في الفئة كان في سنه كان في سنه اه كان معاد ثلاث عناصر العبقرية فاتح وابو تريكا واعماد ودي بيعقدني ان كرة القدم ليش انها شأن الالعاب في الفولي كرة طاير لو انت عندك بلوك ودفاع قوي تكسب الماتش كرة اليد لو عندك دفاع قوي وحارس مرمى فرصك في الفاست بريك تزيد تكسب الماتش لغز كرة القدم يكمن في انك انت مش معقولة تهاجم على طول التوازن الدفاعي ثم التوازن الدفاعي ثم التوازن الدفاعي بس بثقة الانطلاق نحو مرمى الخصم ده كلام مهم جدا بس الحياة كمان كابتن شاوي جريب ما هو اختار العناصر اللي ترم من ناحية الدفاعية بعد القرع ما اتعملت لانه لما يكون هيلعب في مجموعة فيها الارجنتين واستراليا وعايز يتآهل لأ المسألة مش سهلة انت بتلعب مع اسبانيا والارجنتين واستراليا فبالتالي كانت خياراته ناحية تأمين النواحة الدفاعية وعند عناصر هجومية ما شاء الله عليهم كلهم موجدين وبإذن الله تعالى يقدموا كرة تعبر بجد قبل ما نتلعباتها وعراقتها لانه كرة المصرية كانت موجودة في الاولمبياد سنة 1928 ترجمة نانسي قنقر